مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زلنا نستكمل معا ردودنا على كتاب الدكتور منقذ السقار الكتاب الذي يحاول فيه أن ينفي تاريخية صلب وموت المسيح كتاب بعنوان هل افتدانا المسيح على الصليب والحد الوقت لم يقدم دكتور منقذ في كتابه برهانا كرآنيا واحدا يثبت من خلاله صحة ادعاء الكرآن بأن المسيح لم يصلب فيعمل إيه الدكتور منقذ يروح إلى الكتاب مؤدس اللي قال إنه قصة الصلب وفي الأناجيل الأربعة سجلت بتفاصيل كثيرة في أصححات مطولة وفي تفاصيل كثيرة عن محاكمته وزمان المحاكمة والمكان ومن وأين وفين وكل هذه التفاصيل يحاول الدكتور منقذ أنه يعمل إيه؟ يروح إلى التفاصيل الكثيرة دي علشان يجد يمكن اختلافات في بعض التفاصيل فيقول لك آه أصله هنا الاختلافات دي بقى هي البرهان بتاعي على إنه قصة الصلب لم تحدث وشفنا في الحلقات اللي فاتت ردودنا على هذا الإدعاء يعمل إيه تاني الدكتور منقذ ما هو الصلب مثبت ومؤكد في الأناجيل والأناجيل الأربعة زي ما قلنا متفقة على خمس حقائق مهمين جدا مرتبطين بصلب وموت المسيح هذه الحقائق اللي بنجدها في الأناجيل الأربعة أول واحدة فيهم القبض على يسوع أنه إمتى وفين تم القبض على المسيح الحقيقة الثانية محاكمة المسيح أمام رئيس الكهنة ومجمع السنهدريم الحقيقة الثالثة محاكمته أمام بيلاتوس الروماني الحقيقة الرابعة والمهمة جدا الحكم وتنفيذ حكم الصلب والحقيقة الخمسة أن المسيح قد دفن هذه الحقائق الخمسة لا يمكن لأي إنسان بيقرأ الأناجيل الأربعة أنه يقدر ينفي واحدة منهم لكن هذه الحقائق الخمسة ساطعة كالشمس بكل وضوح وبتفاصيل كثيرة ذكرت في الأناجيل الأربعة يعملي الدكتور منكز يقول لك أروح بقى إلى حتة تانية مدام يعني الجزء ده مش نافع أروح لفين؟ أروح إلى التاريخ لعل التاريخ تاريخ الكنيسة وتاريخ المسيحية لعل التاريخ يسعفني وعش كده موضوع حلقة النهاردة أو عنوان حلقة النهاردة هو الصليب كحقيقة تاريخية قبل ظهور الإسلام الصليب كان حقيقة تاريخية لمدة ستمائة سنة الصليب حقيقة تاريخية وعش كده في كتابه دكتور منكز وفي صفحة 24 وأنا ديني بذكر الكتاب وبذكر المؤلف وبذكر الصفحة مش زي ما هو كاتب في كتابه هنشوف أنه يكتب أسماء من غير ما يكتب اسم الكاتب ولا عنوان الكتاب ولا الصفحة كام ولا المرجع إيه ما بيكتبش الحاجات دي كلها وكأنها يعني إحنا بيعتبرها في أي بحث علمي لو ما عملتش كده يبقى أنت عندك مفيش عندك أمانة علمية ده أبسط يعني رد ممكن يقدر في صفحة 24 في صفحة 24 وتحت عنوان إبطال وقوع صلب المسيح بالدليل التاريخي هو بقى هيجيب لنا أدلة تاريخية بالدليل التاريخ إبطال وقوع صلب المسيح بالدليل التاريخي يقول لنا إيه الدكتور منقذ يدعي النصارى مع أنه المفروض يقول إدعي المسيحيين بس هنعمل إيه يعني هو مبرمج هو مبرمج على كده يدعي النصارى أن المسلمين بقولهم بنجاة المسيح من الصلب ينكرون حقيقة تاريخية أجمع عليها اليهود والنصارى الذين عاصروا صلب المسيح ومن بعدهم فكيف لنبي الإسلام وأتباعه الذين جاءوا بعد ستة كرون من الحادثة أن ينكروا ذلك قد يبدو الاعتراض النصراني وجيها لأول وهلة لكن عند التأمل في شهادة الشهود تبين لنا تناقضتها وتفكك روايتهم بجاد أصلوا متى أنكر أن المسيح صلب أو لؤى أنكر أن المسيح قد حكم أمام بيلاتوس أو واحد فيهم أنكر أن المسيح قد صلب ومات ودفن كمل ولدى الرجوع إلى التاريخ والتنقيب في رواياته وأخباره عن حقيقة حادثة الصلب ومن المصلوب فيها يتبين حين ذاك أمور مهمة إن قدماء النصارى كثرة منهم من كروا صلب المسيح وقد ذكر المؤرخون النصارى أسماء فرق كثيرة أنكرت الصلب طيب من هم المؤرخون دول؟ ما يذكرش عنهم حاجة ما أقدم ليش ولا اسم واحد هل هو إيريناوس بتقصد إيريناوس في كتابه ضد الهراتقة؟ ما يمكن رجعت للكتاب دول؟ يمكن ربنا فتح عليك ورجعت إلى المصادر المسيحية وشفت بيكلموا عن هؤلاء ضد الهراتقة إزاي؟ ولا هو يمكن إكلماندوس الأسكندري وكتاباته أيضا ضد الهراتقة من المؤرخين النصارى؟ لماذا لا تسكن لنا أسماء عشان يبقى كتابك؟ يعني الواحد يقدر يرجع للمؤرخين دول ويرجع إلى الصفحات اللي كتبوا فيها ويشوف اللي انت بتقوله صح والغلط فبيقول لنا إن قدماء النصارى كثرة منهم من كل صلب المسيح كثرة منهم وكأن الكنيسة الأولى كان فيها صراع حول تاريخية صلب المسيح أو صراع حول حقيقة تاريخية صلب المسيح هو لم يقدم طبيعة الصراع لكن هنشوف هذا الصراع كان شكله إزاي؟ وبعدين يقول إيه؟ وقد ذكر المؤرخون النصارى أسماء فرق كثيرة أنكارة الصليب وهذه الفرق هي الباسليديون والكرونسيون والكربوكريتيون والماريونية والبارديسينية والبوليسية والميسينية والإلى آخر المجموعات وأنا عندي سؤال أنا عدت تدور على الليستة دي كلها ما لقيتش الليستة دي موجودة في أي كتاب إلا كتاب الدكتور منقص أنا لا أنكر وجود مجموعات بهذه الأسماء لكن الدكتور منقص غالبا نقلها من كتب إسلامية أخرى والكتب الإسلامية الأخرى لم تكلف حتى نفسها بأنها تذكر المراجع فهو نائل من كتب أخرى زي ما لسه دي موجودة كده طب ليه دكتور منقص ما قدمت ليش نبزة أو فكرة عن كل مجموعة ليه ما قلت ليش إيه هو محور إيمان هذه الفرق ليه ما اكلمتش عن اللب باختلاف هذه الفرق واعتبار الكنيسة لها أنهم هراتق لا هو المفروض يكتب وأنت تقرأ زي ما القرآن يقول وأنت تؤمن يقول المسيح لم يصلب ولم يقدم دليل وأنت عليك أنك تؤمن بهذا هذا هو إسلوب دكتور منقص طيب أنا عندي ملاحظات على هذه الفقرة يا دكتور منقص أول ملاحظة هل هذا الإدعاء صحيح أم خطأ؟ هل فعلا هذه الجروبز والفرق أنكرت تاريخية صلب المسيح؟ وكانت ضد حقيقة أن المسيح قد صلب ومات من الناحية التاريخية؟ ولا لا هل هذا الإدعاء صحيح أم خاطئ؟ حاجة تانية لماذا لم يقدم دكتور منقص ملاحظة لتعليم هذه الفرق المختلفة؟ ده سؤال طب يعني سقف القارئ اكتب سطر ولا تنين عن اللوب بتعليم هذه الفرق أين هو مصدر هذه المعلومة؟ جبتها منين؟ مش ممكن تكون جبتها من دماغك مش ممكن وانت قاعد كده المعلومة دي كده جات لك كوحي إلهي وبدأت تكتب الأسماء دي أكيد جبتها من كتاب أكيد جبتها من مصدر واثنين وثلاثة لماذا لا تجرؤ على ذكر المصادر التي استخدمتها لكي ما تقدم لنا هذا الهجوم لكي ما تقدم لنا هذا الهجوم على صلب المسيح وموته؟ لماذا؟ يعني حضرتك المفروض بنقول لك دكتور منقذ يعني انت مش دكتور بشري لكن دكتور واخد دكتوراه ومن مبادئ البحث العلمي الصحيحة هي إنك تذكر يا دكتور منقذ المصدر اللي انت استخدمته وتذكر لنا الصفحة هذا اسمه غش علمي غش نقل من غير ما تدي لصاحب المعلومة الحقيقية الكريدت أو التقدير المطلوب جبتها منين المعلومة دي؟ ما تقوليش إن انت عرفت عن الباسيليديون من دماغك أو الكورنثيون من دماغك أو الأسماء اللي انت ذكرتها دي كلها أكيد لها مصدر أين هو المصدر؟ وكيف أنا أتحقق من صحة اللي انت بتقوله؟ إزاي لي أنا كشخص أو أي قارق عادي أنا نهاردة لما أكتب كتاب يعني أهو كتاب مثلا let's say قدامي كتاب في البدء ده كتاب أنا عملته من صفر التكوين أصحاح 1 إلى 11 تفسير كويس؟ أنا لما أكتب معلومة وإنت عايز إن انت تتأكد اللي أنا بقوله ده صح ولا غلط الاقتباس ده حقيقي ولا مغير حقيقي المعنى دوا للكلمة العبري هنا معنى حقيقي ولا لا هتروح للي أنا كتبه هنا وهتشوف إنه الكلمة دي موجودة في الليكسكن كذا وبتقول كذا وفي القموس كذا وإنه لازم أكتب المرجع لأن أنا لست سلطة مطلقة أنا باحث فين المراجعة دكتور مونكز إنما مش موضوعنا لعله وعسد دكتور مونكز يكتب لنا كتاب جديد ويحاول إنه في الكتب الجديدة يكتب لنا المراجعة زي ما قلت لكم كتاب ده بيتكلم عن إيه هل افتدانا المسيح الأصليب بيتكلم عن حقيقة صلب المسيح أو عدم حقيقة صلب المسيح لكن للأسف الشديد دكتور مونكز يكتب كتاب ولا يذكر فيه إلا مراجع إسلامية في الآخر 24 مرجع إسلامي آه هو مليان باللهوتي الفلان الكزا إنما حتى اللهوتي الفلاني ده طب إنت كاتب اسمه بالعربي كويس ليه ما تكتبش لنا اسمه بالإنجليزي كمان جنبه عشان يسهل إن احنا ندور عليه ونجيبه طب ليه مش بتذكر لنا كتب إيه وإسم الكتاب إيه ودر النشر إيه والصفحة كاملة لا 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 هنشوف كذا كذا مثال لهذه الاقتباسات وإحنا بنتكلم النهاردة طيب بعض الملاحظات العامة أولا يا دكتور مونكز كل هذه البدع التي ذكرت أسمائها الفرق التي ذكرت أسمائها كلها تتفق في تعاليم واحد اسمه الغنوسية أقولها بصوت عالي الغنوسية نوستيسيزم الغنوسية والغنوسية لا تمثل الإيمان المسيحي الأصيل لا عن قريب ولا عن بعيد يعني كل اللي انت ذكرتهم دول بيجوا تحت أمبريلا أو تحت مظلة وحدة هي الغنوسية والغنوسية يا دكتور منقز كل هؤلاء المعلمين بمدارسهم المختلفة الخاطئة رفضتهم الكنيسة واعتبرتهم هراتقة غير مسيحيين والغنوسية ما هي الغنوسية في عجالة شديدة ويريتك يا دكتور منقز تكتب لنا كتابة عن الغنوسية عشان توضح الفكرة الغنوسية هي خليط من الفكر الفلسفي بالذات الأفلطوني أو الأرست كويس الفكر الأفلطوني الممتزج بأفكار بوزية وأفكار زارداشتية ترجع تاريخها إلى ما قبل المسيحية يعني الغنوسية وجودها قبل المسيحية وجود الغنوسية كفكر هو قبل المسيحية لكنها تبلورت وأصبح ليها أتباع كثيرين وأصبحت مدرسة فكرية قوية في القرن الثاني والثالث الميلادي وأصبح هناك فيه الغنوسية المسيحية زي ما فيه الغنوسية أثرت أيضا في العبادات الأخرى بما فيها العبادات الوثنية الأخرى تبنى الغنوسية على مبدأ المعرفة السرية المعرفة الباطنية كويس يعني فمن خلال المعرفة الباطنية السرية يستطيع الإنسان أن يرتقي ويسمو ويتحد بذات الله يعني المؤمنين الغنوسيين في نظر بعضهم البعض هم الذين اتحدوا بالله هم اللي عندهم معرفة باطنية سرية أعلنها لهم الله بطريقة أو بأخرى ما يعرفهاش بقية الناس في القرن الثاني الميلادي كان هناك أكتر من عشرين معلم ومدرسة غنوسية معروفة واتكلم عنهم إرناوس بالتفصيل في كتابه ضد الهراتيقة ومع انتشار المسيحية بدأ هذا الفكر يمثل خطرا على الإيمان المسيحي لأنه كان منتشر في نفس الأماكن التي انتشرت فيها المسيحية يعني المسيحية كانت بتروح إلى كرونسوس كان بيبقى فيه مجموعة من غنوسيين المسيحية بتروح إلى أفاسوس كان فيه مجموعة من الفكر الغنوسي كان موجود فهو فكر منتشر زي نهاردة الليبرالية الليبرالية تجدها في كل مكان تجدها في السياسة تجدها في الدين تجدها في الأدب تجدها في الليبرالية كفكر كويس فتجدها في كل مكان للأسف اعتنق البعض داخل الكنيسة هذا الفكر ونادو به البعض اللي صار مسيحي دخل بفكره الغنوسي إلى المسيحية ونادى بهذا الفكر حاول بعض معلم الغنوسية مزج الغنوسية بالمسيحية يمزجوا ما بين المسيحية وما بين الغنوسية طيب ما هي التعليم الغنوسية ولماذا الكنيسة رفضت هؤلاء أو هذه الفرق كلها يا دكتور منقص على أي أساس هل على أساس أنهم أنكروا أن المسيح قد صلب هل هذا هو العقيدة الأساسية الجوهرية بتاعتهم لا طبعا ما هو لب تعليم الغنوسية الغنوسية أولا تعلم بأن المادة شر بكل أنواعها الجسد الكون كل أنواع المادة كل ما هو محسوس ومادي هو شر وكل ما هو روحي فهو خير الجسد بتاع الإنسان ده شر روح الإنسان خير الروح محبوسة جوه الجسد وتريد أن تتحرر من هذا الشر اللي موجود وعشي كده كان في الغنوسية فكرين ماذا نفعل بالجسد بما أنه هو شر بما أنه هو شر يبقى نطلق له العنان فنعيش في الإباحيات وسلوك الإباحية وما يبقاش عندنا أي لميتس أو أي أخلاقيات تحد الجسد والفكر الثاني لا 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 إحنا نقمع الجسد نقمعه نروح كده في صحراء نقعد لو أحدينا ننعزل عن الناس نزل الجسد نمتنع عن الزواج ودول كانوا الفكرين موجودين لكن الفكر الأساسي هو أن المادة شر والروح خير خلوا بالكم لأنه ده إزاي هيتطبق على إيمانهم بالمسيح لأنه هي دي النقطة الجوهرية هي الفكرة الغنوسية واحدة موجودة عند كل الغنوسيين المادة شر والروح هو خير طيب نجي نطبقه بقى على الخليقة ما هنا يجي لسؤال طيب ما الخليقة دي الشمس والأمر والنجوم والأرض والسماء والبحر والمية والشجر دي كلها خليقة حيوانات الطيور دي كلها خليقة طيب هل الخليقة دي خليقة الله دي اللي احنا بنؤمن بيها أنها خليقة الله إذا كانت هذه الخليقة هي مادة فهي شر طيب هل الله ممكن يبقى هو خلق الشر خلق هذه المادة الشريرة قالوا لا ده في عندنا إلهين واحد خير واحد شرير ومن هنا جات الثنائيات في الفكر الغنوسي الظلمة النور الخير الشر إله الخير إله الشر فمعظم الغنوسيين يؤمنون بوجود إلهين على الأقل واحد خير واحد شرير والشرير هو الذي خلق الكون الله الخير ليس له علاقة بالكون ولم يخلق الكون كويس أنا عايزة أوريكم إزاي الفكرة الوحدة تتطبق على أشياء كتير فلما نيجي نقول إنه المادة شر والروح خير يبقى إزاي نتطبقها على الخليقة ما ينفعش نتطبقها غير نحن نقول إنه فيه إله خير وإله شر لأنه الله روح ما ينفعش إنه نحن نطبق عليه إنه هو خلق المادة ده فكرهم طيب نيجي الحقيقة تانية لأن إله الخير روحي فلا يمكن أن يكون هو الخالق للعالم المادي الله مش ممكن يكون هو خالق للعالم المادي طيب وما للعالم المادي ده تخلق إزاي يقول لك إنه بعد المدارس الغنوسية تقول لك إنه صادت من هذا الإله إن بثاقات يبقى فيه الإله الأصلي اللي هو بيسموه The Father يعني Of Everything هذا الإله الأصلي أصل كل الأشياء إن بثاقت منه إن بثاقات تدعى أي شخص إلهي أشخاص إلهيين هذه الإنبثاقات وأكثرهم جهلا يعني هو قاعد يصدر منه إن بثاقات وأكثر واحد بعدا من الله يعني أكثر واحد بعدا من الإله الأصلي قام بعمل غبي آسف في اللفظ بس هو ده الفكر قام بعمل غبي ألا وهو إنه خالق العالم المادي يعني يعني ده تطور الفكر الغنوسي الله لا يتعامل مع العالم المادي إحنا عندنا الله يهتم بالعالم المادي حامل كل الأشياء بكلمة قدرته أن الله يهتم بالطيور وبزنابك الحقل الله يهتم بالإنسان الله يحب خلقته ويهتم بها يرعاهم لكن هنا في الفكر الغنوسي الله لا يتعامل مع العالم المادي مباشرة بل من خلال إيه من خلال وسطاء روحيين ملائكة بقى وأنواع ملائكة وعندك يعني الملائكة دي قعدت يعني تتكون أو تخلق لكل يوم من أيام السنة عندنا 365 نوع إلى آخر هذه الإنبساقات أو الآيونات نسبت الغنوسية لإله اليهود هنا نظرتهم لإله اليهود ماركيون وغيره نظرتهم لإله اليهود على أنه هو إله اليهو ده هو الإله الشجير اللي خلق العالم وهو إله ما لناش علاقة بيه ده الغنوسية لما دخلت المسيحية فاصلت ما بين العهد الأديم وما بين العهد الجديد وقالت أنه إله العهد الأديم مختلف عن إله العهد الجديد إله العهد الأديم لأنه كتاب المؤدس بيبدأ في البدء خلق الله سمواته الأرض فأكيد ده يهوى هو الإله الشجير الذي خلق المادة أما الإله الأصلي فهو روح وخير الخلاص طب كيف يخلص الإنسان الإنسان يخلص بالمعرفة وليس بالإيمان بالمسيح عندما يصل إلى درجة معينة من المعرفة عندما تكشف له عن طريق أمور سرية وإعلانات سرية خاصة يكشف له الإله وليس عن يسوع المسيح وليس بطريق الإيمان بالمسيح الخلاص بالمعرفة متاح فقط للروحيين مش لكل الناس الذين يملكون شرارة روحية ومعرفة سرية داخله النفس الإنسانية هي سجينة سجينة الجسد المادي الذي هو شيري طب أنت ليه بتقول لنا الكلام ده كله يا أسيس أشرف وقول لك الكلام ده كله لأنه هنا هيجي إلى نقطة مهمة جدا مرتبطة بالتجسد ومرتبطة بشخص المسيح ولأنها مرتبطة بالتجسد هتكون أيضا مرتبطة بنظرتهم لألام المسيح وب صلب المسيح أعزكم تشوف الصورة كاملة على بعد علشان ما يجيش الدكتور منكز وبكلمات يخدع بيها البسطاء ماذا قال الغنوصيين عن التجسد لأن التجسد هو الكلمة سارة جسدا والمسيح هو كلمة الله الأزلي وهو أيضا إنسان كامل إله كامل وإنسان كامل إله حق وإنسان حق لكن بلا خطية حسب نظرتهم للمادة أنها شر والجسد المادي أنه شر أنكر الغنوصيون التجسد ودي كانت أول عقيدة تنكر في تاريخ المسيح هي التجسد ودي اللي تكلم عنها يحنى الحبيب في رسالته مرة واثنين من هو ضد المسيح إلا الذي ينكر أن المسيح قد جاء في الجسد يبقى إنكرهم للتجسد الذي رأيناه الذي سمعناه الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فأنكروا التجسد وقالوا إنه المسيح مش ممكن يكون اتخذ جسد زينا ومش ممكن يكون جسده جسد إنسان كامل مثلنا التجسد لم يكن تجسد حقيقي فجسد المسيح كان مجرد هيئة أو شبح شبه إنسان يبدو ويظهر على إنه إنسان لكنه لم يكن إنسانا مثلنا واضح الفكرة أوضحها أكتر جسد المسيح يشبه شعاع النور الذي يخترق الزجاج كان المسيح يسير لكن بدون أثار الأقدام إنه المسيح لما كان بيمشى على الأرض كان ما كانش بيترك أثار الأقدام ليه؟ لأنه الجسده لم يكن جسد مادي هو له شكل الجسد لكنه ليس جسد حقيقي ومن هنا جات فكرة الشبيه أنه له شبه جسد لكنه ليس جسد يشبه الجسد لكنه ليس في الحقيقة جسد طيب لما نيجي بقى للصلب وللموت إزاي الذي يشبه الجسد يتألم ويموت ويصلب ويموت ومن هنا أتت فكرة اللي أنا سميها الكرآن أخدها غلط من هذه البدع فكرة شبها لهم يبدو على أنه لكنه ليس في الحقيقة المسيح لم يتألم لأنه ما أخدش جسد زينا الجسد البشر يتألم أما جسد المسيح فلا يتألم المسيح لم يموت لأنه الجسد البشر يموت أما جسد المسيح فلم يكن جسداً بشرية فلم يموت طيب يخرجوا منها ازاي يخرجوا من الوضع ده زاي البعد قال لك المسيح لم يتألم المسيح شبهه المسيح على أنه المسيح ويسوع فالمسيح هو الطبيعة الإلهية ويسوع هو الطبيعة البشرية التي تبدو على أنها بشرية فلما جاء عند الصليب المسيح ترك يسوع فلكي لا يترك يسوع لوحده ألقى شبه على أحد من الناس فصلب بدل المسيح هو كل الفكرة بتاعتهم ايه مش فكرتهم ضد الصلب لا لا هي فكرتهم ضد الجسد ضد المادة كل اللهود بتاع الغنوسيين إذا اعتبرته لهود كل الأفكار الفلسفية الوثنية بتاعت الغنوسيين هي أساسا ضد فكرة التجسل فهو لما يأتي للصليب ما عنده مفر غير انه هو يفكر بالطريقة دي المسيح رفع المسيح لم يتألم مثلنا بما انه المسيح لم يكن له جسد بشري فالمسيح لم يموت كل دا اللي قالوه انما هل هو انكار لحقيقة صلب المسيح لا هل هو انكار لتاريخية الصلب لا هي فكرة لهوتية بيدافع عنها وليس أكتر ولا أقل والمخرج بالنسباله هو انه يقول ان المسيح قد رفع وعش كده لما يجي الى من من اين اتت من اين اتت بدعت شبها لهم مهدي بيدعة واحنا عارفين انه انه لما المسيحية صارت قوية وصارت الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية معظم المعلمين الكذبة الغنوسيين وغيرهم اللي يهربوا من الكنيسة ومن السلطة الرومانية يروحوا فين يروحوا الى حتة الرومان ملهمش فيها دراعة يروحوا الى شبه الجزيرة العربية الرومان لم يكن عندهم اي انترست انهم يستولوا على الجزيرة العربية حتة صحرة فيها شوية حتة صحرة فيها شوية بدو هيمتلكوها ازاي ولا يروحوها ليه فكل معظم المعلمين الكذبة اللي قدروا يهربوا من القن الرابع يروحوا الى الجزيرة العربية ويعيشوا فيها ومن هنا اتت فكرة شو بها لهم انا هتكلم عنها بالتفصيل لكن خلوني ااخد مدخلة الاخ سعيد مرحبا دكتور اهلا وسهلا بك انا سعيد اتصلت بك في حلقة سابقة ده صح والخط وقع ومعرف نشت نرجع عليك تاني انا اسمعك يا دكتور او انا سامعك تفضل دكتور قلت لك انا اتصلت بك في حلقة سابقة هل تتذكرني ايوة مفتكرك نعم انا يعني كنت ابحث في النصوص التي تثبت ان ان المسيح صليب اه يعني بصراحة يعني في القرآن هناك نص واحد ايوة نص واحد لكن بدون دليل دا صح وفي الكتاب المقدس ايضا اقرأت نصوص يعني كثير من النصوص يعني وبراهين تثبت ان المسيح صليب يعني مش فقط نص يعني هناك شهود عيان وهناك مزامير تنبأت عن المسيح انه سيصلب في المستقبل يعني تنبأت عنه قبل الصلب دا صح لكن في القرآن هناك آية واحدة تقول وما قتلوه وما صربوه ولكن بدون دليل يعني من اللي شبع لهم من ذك الشخص الشبيه من هو ايوة يعني يعني دائما القرآن يعطي نصوص يعني غامضة يعني القرآن كله تقريبا الآيات غير مفهومة يعني هي المشكلة يعني لو كان القرآن يوضح لنا النصوص يعني من هو الشبيه يعني لماذا يعني لماذا الله في الإسلام يعني سينجي المسيح ويدع شخص آخر في مكان وما دنب الشخص الشبيه الآخر الذي صلم في مكان المسيح ما دنبه يعني كثير من الأسئلة يعني بصراحة الكتاب المقدس يعني دائما يعطي البليل أيوة وأنا في الحلقة السابقة عندما تصلت يعني كنت أحاول أن أدابع عن الإسلام لكن بدون جدو يعني ما عندك دليل فقط تدافع بالباطل يعني ما عندك لا دليل لوارو نعم وهذا كل شيء يا دكتور أشكرك أخي سعي طب خلينا أسألك سؤال حضرتك يبدو أن أنت باحث مش كده يعني بتبحث وتسأل أسئلة وبتحاول توصل إلى الحق صح أخي دكتور بالصراحة أنا أشوف أنا مقتنع بالمسيحية لكن شوي يعني عزيز علي الدين الإسلام ما يعني ما أريد أن أتركه يعني أنا مقتنع بالمسيحي أنا أبحث منذ مدة طويلة لكن دين الإسلام هو يعني عزيز علي يعني عزيز علي ما ما أبغيش هل تفهموني يا دكتور أنا أتدر عن اللغة العربية أنا أفهم أنا أفهم حضرتك يعني هو بس الموضوع كله لازم لازم هتاخد قرار لأنه القرار كمان مرتبط عليه أبديتك مش بس حياتك هنا لكن أبديتك أنا ممكن أعمل ممكن أصلي معك أنه أنت بما أنك أنت بتدور وباحث وفي مرحلة البحث أنا أصلي معاك أنه ربنا يقودك ويفتح بصيرتك ويمنحك الإيمان ويكون قلبك مليان بالسلام لأنه فعلا يعني ده قرار مصيري وقرار مهم وربنا آه إحنا لنا روابط أسرية ولينا روابط تاريخية والواحد دين وإلى آخر لكن لكن أعتقد أنه كلنا هنقف قدام ربنا ويقول لنا أنا أديتك العقل أنك تفكر وقدامك كان الحق والضلال فليه اخترت ده وسبت ده وان فأنا وإنت مسؤولين قدام رب فأنا بصلي أنه ربنا يدي لك نعمة وسلام ويفتح قلبك وتعرف شخص المسيح وقتها هتكتشف أنه السنين اللي فاتت كلها من عمرك يا ريتك كنت عرفت المسيح بدري نعم دكتور هل ممكن أره أيوة سمعك فضل يعني أنا بصراحة أنا مقتنع بالمسيحية لكن أنا متردد يعني شوي شوي يعني شوي يعني ما بقاش لي بزاف ما بقاش بزاف نكون مسيحي يعني أنا مقتنع بالمسيحية بالدليل على صلب المسيح الشهود العيان اللي رأوا المسيح هو يصلب كثير من النص أنا الآن أقرأ الكتاب المقدس عبر الأنترنت لأن أنا في المنطقة يعني لا يعني لا يوجد كتاب مقدس يباع مثلا في المكتبة أو شيء من هذا القبيل أنا أقرأ عبر الأنترنت وأنا مقتنع به لكن شوي يعني من عائلة مسلمة يعني مزقيني شوية خطوة واحدة شوية رح أكون مسيحي تحبني أصلي معك دلوقتي يعني نطلب أنه ربنا يقودك ويرشدك نعم طيب أنا أصلي معك وكمان كل الأخوة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا اللي بيؤمنوا بالرب يسوع ويؤمنوا أيضا بقوة الصلاة ممكن يشاركونا مع بعض هذه الصلاة يا رب يسوع أنا بشكرك لأجل أخويا سعيد لأجل يا رب أن أنت بتفتح قلبه بتفتح بصيرته هو يا رب بدأ أنه يفهم أمور كثيرة وبدأ أيضا يبحث وهو يريد يا رب أنه فعلا يعرف الحق لأن الحق زي ما أنت قلت الحق يحرركم فأنا بصلي يا رب أنك تكود خطواته تفتح قلبه تفتح بصيرته تنور قلبه يا رب بنور الإنجيل بصلي رب أنه كل غشاوة موجودة على قلبه وعلى عينه أنك تزلها أنك تفرحه بعملك يا رب في حياته أنك تصنع في حياته يا رب تغيير هذا التغيير يا رب يكون نقلة من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة أنا بشكرك لأنه غالي على قلبك ولأنك أنت يا رب بتهتم بيه باركه وبرك حياته وبرك أسرته في المحبوب يسوع نصلي آمين أشكرك أخويا سعيد لأجل اتصالك وأتمنى يعني يوم ما تصل إلى قرار أنك تتواصل معنا ولو لو حابب أننا تواصل معك ممكن أيضا تترك تليفونك في الكنترول وممكن لو عندك أي سؤال أنا تحت أمرك نعم اتصل بإذا أردت أنتظر مكالمتك شكرا دكتور ماشي رب يكون معك مع السلام شكرا أنت عزيز علي وأنا دائما أشاهد برامجك شكرا ربنا يبركك حبيبي شكرا لك شكرا لك شكرا طيب من أين أتت بدعة شبها لهم من أين أتت أتت من الغنوسية وفرقة أساسية في الغنوسية كان اسمها الدوسوتية وده حتى الاسم بتاعها هو يحمل دوكاين اللي هي كلمة يبدو أو يظهر أو يشبه الجسد المسيح كان يبدو على إنه جسد يظهر على إنه جسد يعني له صورة الجسد لكنه ليس جسد فالذي مات هو ما يبدو على أنه جسد لكنه لم يكن هو المسيح كويس ومن هنا ومن هنا آتت فكرة الشبيه فهؤلاء المعلمين يا دكتور منقزة كان رفضهم للصلب مبني على إيمان وعقيدة بأن الجسد شر وليس لأن الصلب لم يحدث لا 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 وليس لأن الصلب مشكوك فيه تاريخيا لا 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 زي ما قال الأخ سعيد أنت في القرآن لم يذكر برهانا واحدا على عدم صلب المسيح وأعتقد أنه ده دليل كافي على أنه يضحض الإدعاء الإسلامي فهو لا يفهم ولا يعرف أين ومتى ومن وكيف وكل هذه الأسئلة هو مبهم عبارة مبهمة وعليك أنت تفسرها بطريقتك وعلى غيرك يفسرها بطريقته أما لما ترجع للأناجيل فعندنا مئات التفاصيل المرتبطة بصلب المسيح والمرتبطة بالأبد عليه زي ما قلت وبمحاكمته أمام مجمع سنهدريم وبمحاكمته أمام بيلاتوس وبالأمر بصلبه وبموته ودفنه زي ما هي أيضا بقيامته طيب ده جزء مهم جدا فاللي أنت ذكرت يا دكتور مونكس دول كانوا ما هم إلا معلمين كذبة ولم يكونوا أغلبية دكتور مونكس دول كانوا مجموعات صغيرة بيدخل منه هذا الفكر كان كان بينتشر ولأن المسيحية أيضا كانت تنتشر والمسيحية كانت تصل إلى الأماكن الوثنية وإلى البلاد الوثنية ووصلت إلى أسيا الصغرى وصلت إلى أثينا وصلت إلى روما فهذا الفكر الغنوسي ما هو إلا فكر زي ما قلت فلسفي جامع مبين الفلسفة والعبادات الوثنية القديمة وزي ما هو دخل في المسيحية دخل أيضا في اليهودية ودخل أيضا في أي ديانات أخرى والكنيسة من أول ما الفكر دوا بدأ يبقى خطر على الكنيسة والكنيسة هجمته سواء في من خلال أشخاص أو من خلال آخرين طيب نأتي إلى نقطة مهمة اقتباسات بقى الدكتور منقص اقتباسات عجيبة خليني هنا أوريكو الدكتور منقص في كتابه الأكاديمي اللي هو بيقول بحيادية وبأكاديمية كتب هذا الكتاب خلينا نشوف بقى الكتاب الأكاديمي هذا بيقول إيه شوفوا ويقول أرنيست دي بوش الألماني أوكي أنا أنا ما عنديش كتاب هذا الرجل ما عنديش كتابه وقعد تدور على النت مش لقيه يمكن كتبه بالألمانية أنا بدور بالإنجليزي يمكن ما ترجمش للإنجليزي يمكن بس يمكن الإخوة اللي بيشاهدونا من ألمانيا يمكن يساعدونا يدوروا على الكتاب ده ويقولوا لنا الكتاب اسمه الكتاب اسمه الإسلام الإسلام نقطتين أي النصرالية الحقة يعني هو كتاب أساسا لو العنوانه دون كده يبقى كتاب إسلامي بيهاجم المسيحي صح ما هو لما يقول لك الإسلام هو المسيحية أو النصرانية الحقة يبقى أكيد هو كتاب إسلامي بيهاجم المسيحية واحد مقتنع بالإسلام بيقول إن الإسلام هو المسيحية الحقة لأن المسيحية اللي موجودة النهار ده ده مسيحية مزيفة بحسب ما بيدع الدكتور مونكس وغلافة كويس فبيقول ما معناه بيقول ما معناه خلي بالك أنت جايب اقتباس يعني أنا أنا بحلق شعري بس غالبا لازم ربيش وقع عشان أقدر أشد شعري من اللي أنا بسمعه ومن اللي أنا بقرأه يقول إيه يقول ما معناه تم أنت حطوا ما بين القسين يا دكتور مونكس وجايبه لا 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 ما معناه أن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتقرات ومخترعات بوليس ريلي وكأن الأنجيل مش موجودة وكأن حقيقة صلب المسيح لم تسكر في الأنجيل وكأن بوليس هو الذي كتب الأنجيل هو اللي كتب إنجيل متة ومرؤس ولوأ ويوحن أن جميع ما يختص بمسائل الصلب أوكي يعني إيه جميع ما يختص بمسائل الصلب يعني بوليس هو اللي كتب الأبد على المسيح واخترعها يعني بوليس هو اللي اخترع يهوزة الإسخريوتي اللي أسلم المسيح بتلاتين من الفضة يعني بوليس هو اللي اخترع محاكمة المسيح أمام حنان وقيافة ومجمع السينهدريم يعني بوليس هو اللي اخترع محاكمة المسيح أمام بيلاتوس وحلم امرأة بيلاتوس ومحاولات بيلاتوس إنه يطلق المسيح وطلبهم إنه لا يصلب يصلب يعني بوليس هو اللي اخترع من دماغه كلمات المسيح على الصليب يعني بوليس هو اللي حط على لسان رئيس المئة اللي كان بيشاهد الصلب ما هذا إلا حقا ابن الله يعني بوليس هو أيضا اللي اخترع يوسف الرامي والمريمات وأخذوهم لجسد المسيح وضعوهم في القبر والحجر اللي وضع على القبر يعني إيه جميع تفاصيل الصلب والفداء يا جماعة إذا كان الكاتب عائل يبقى اللي بيقرأ يا إما مجنون يا إما فاهم يعني إيه جميع جميع مسائل الصلب والفداء ما هي إلا من اختراع بوليس ولما تنقل انت عبارة زي كده يا دكتور منكز يبقى انت أساسا يعني هقول إيه همشهول حاجة ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح أه بجاد يعني بوليس بوليس هو اللي كتب التفاصيل دي وكمان اللي كتبوها معه ناس شبح بوليس زي بوليس كده ولم يروا تفاصيل الصلب يعني يحنى مش هو اللي كتب الإنجيل ولا نهلطان هو مش يحنى كان كان عند الصليب والمسيح كلم ليه وهو على الصليب ولا ده مزور هو مش بطرس كتب عن الصليب هو مش متى كتب عن الصليب يعني 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 أولا 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 لن تذكر لي الاسم اسم الكتاب ولا دار النشر ولا ولا سند كام ولا الصفح كام أنا باخده على أنه هصدقك هصدقك فيه هصدقك أنه الشخص ده كاتب كده بس أنت عندك مشكلة أنه أنت اقتباست هذا الاقتباس لأنه هذا الاقتباس غير حقيق ولهو له مجرد الطعن وخلاص طيب حاجة تانية بص بقى الطامة الكبرى ويقول ملمن هو اسمه أساسا ملمان كويس ممكن بالعربي لما الواحد يقرأ ملمن ويقول ملمن مين ملمن ده ده اسم العيلة ولا اسم ده يعني this is the family name ولا given name في كتابه تاريخ الديانة النصرانية طب انت لما تكتب اسم الكتاب يا راجل حط اسم الكتاب صح هل هو قال تاريخ الديانة النصرانية هل اسم الكتاب هو تاريخ الديانة النصرانية ملمن كتب انه اسم الكتاب تاريخ الديانة النصرانية ترجمته يعني يبقى the history of the religion of نازرين مثلا هل هو كتب كده اسم الكتب كده يقول يبقى ملمان أن تنفيذ الحكم كان وقت الغلز يعني نهاية النهار تنفيذ حكم المسيح الحكم بالصلب على المسيح كان في نهاية النهار ده كان الساعة 9 صبح ده كان 9 صبح واسدال ثوب الظلام ده لما الظلام أتى وكان هيبدأ يوم السبت قالوا ما ينفعش نترك الأجساد المصلوبين على صليب ليوم السبت لازم تدفن قبل يوم السبت فيستنتج من ذلك نمشي واحدة واحدة فيستنتج من ذلك إمكان استبدال المسيح بأحد المجرمين يعني في الدنيا ضلمة كده واستدال ثوب الظلام عملوا إيه؟ ضحكوا على الرومان فاستبدالوا المجرمين استبدالوا المسيح بأحد المجرمين جابوا أحد المجرمين اللي كانوا مسكنهم الرومان واستبدالوا المسيح وحطوا بدل المسيح عارفين يعني أوقات بتبقى الكذبة أصعب تزديق من الحقيقة وده بالزبط يعني يعني الحقيقة أن المسيح صلب أسهل بكتير من أن المسيح لم يصلب فيس أحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدس يعني راحوا جابوهم من السجن وفي وقت الظلام مع أن المسيح تصلب خارج المدينة وخدوه إلى خارج المدينة فراحوا على طول إيه؟ الدنيا ضلمة تعالوا نين بدل خد دواً والديني ده كما تقول بعض الطواقف وصدقهم القرآن يعني القرآن معلوماته عن صلب المسيح جايبها مش من وحي إلهي لا لا جايبها من الطواقف الغنوسية جايبها من البدعة فده مش وحي إلهي معلومة غلط وسجلها غلط في القرآن طيب أروح للملمان ده شوفوا بقى ملمان ده اسمه إيه؟ اسمه ملمان كويس ملمان أو H.H.Milman أو كاتب إنجليزي وكتابه بقاله أكتب من مئة سنة ألف غالبين تمنمية وتسعين حاجة زي كده أنا عندي هنا صورة الكتابة أحطه ملمان كتب إيه؟ كتب The History of Christianity تاريخ المسيحية اللي حوله بفعلة آدر الدكتور منقذ إلى تاريخ الديانة النصرانية يا أخي أمان علمية بيسموها أمان علمية لو مش عايز تكتب اسم الكتاب تترجمه حطه بالإنجليزي زي ما هو اسمه The History of Christianity وليس تاريخ الديانة النصرانية ساعدني أنا وساعد أي قرق آخر يرجع للمرجع اللي أنت استخدمته يمكن فيه معلومات ضد المسيحية يا أخي لصلحك إنما لا اسمه تاريخ المسيحية يا دكتور منقذ وليس تاريخ الديانة النصرانية ماشي أهو ده الكتاب ولأنه الكتاب موجود كويس لأنه بقاله دلوقتي عد على زمن طباعته غالبا سبعين سنة هو أكثر من سبعين سنة فيصبح بيسموها Public Domain ملكية عامة فالواحد لو 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 خد منه نسخة من على نت ده مش سرقة وهو موجود على صفحات كثيرة من الويبسايد اللي بتحط الكتب الأديمة اللي سقطت ملكية أو حقوق الطبع بتاعته فإسموه The History of Christianity By Reverend H.H. ملمان يعني أنا جاي بالكتاب الصح وده فوليوم واحد لأنه هو أكتر من فوليوم تشوف بقى ملمان بقدرة قادر ملمان قال لك إيه هو نرجع تاني معليش كده قال لك إيه قال لك إنه حواءة حكم الصلب كانت الدنيا ضلمة واسدل سوا بالظلام فكان هناك إمكانية بتبديل المسيح بأحد المجرمين ده اللي قال له ملمان يعني ملمان أساسا بيقول إيه بيقول أن المسيح لم يصلب ده صح ده اللي أنا فهمته وده اللي حضراتكم فهمته من اقتباس الدكتور مونكس طيب أنا رحت لكتاب ملمان ورحت إلى الأجزاء اللي فيها بيتكلم عن The Death of Jesus موت المسيح أو موت يسوع رحت للأجزاء دي ورحت للصفحات دي وقلت شوف هل فعلا ملمان بيمكر أن المسيح قد صلب وأنه أنه تم استبداله بأحد المجرمين هل هو ده الكلام اللي قاله ملمان في كتابه تاريخ المسيحية ولا لا ما يمكن الدكتور مونكس صح والراجل ده فعلا بيقول كده فأعد أقرأ الصفحات وإز بي أجد عكس ما يقوله الدكتور مونكس خليني نفسي أكبر الجزء لكن يقول هنا بيقول هذا الرجل ده مسايا المسيح المسيح الذي لا يزول الأبدي هد قويتلي ييلد أب هز جوست بهدوء أسلم الروح المسيح أسلم الروح يبقى اقتباسه غلط هنكمل مع بعض الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر